تصعيد جديد من قبل قوات النظام وحلفائه بالقصف المدفعي تارة وبالغارات الجوية تارة أخرى حيث شنت مقاتلة حربية تتبع لسلاح الجو الروسي صباح هذا اليوم غارتين جويتين استهدفت سلسل جبال الكبينة الاستراتيجية في ريف اللاذقية تلاها قصف مدفعي مكثف من قبل قوات النظام المتمركزة في منطقة الجب الأحمر والتي استهدفت ذات السلسلة تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع فيما جددت قوات النظام قصفها لمحور الخضر في جبل الأكراد بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية كما قامت قوات النظام المتمركزة في ريف حماء الغربي باستهداف سيارة مدنية بصاروخ موجه على طريق القرقور أيضا تلاها استهداف لسيارة أخرى أيضا بالقرب من قرية الشيخ سنديان في ريف إدلب الغربي طبعا تسببت بوقوع ضحايا من المدنيين وأيضا خسائر في ممتلكاتهم فصائل المعارضة في ريف اللاذقية ردت على هذه الخروقات بقصف مدفعي استهدف مواقع النظام في تلة الملك وبلدة عكو في ريف اللاذقية وقالت بأنها حققت إصابات مباشرة في صفوفها حيث أدت إلى مقتل ضابط وأيضا أربعة عناصر آخرين طبعا يأتي هذا التصعيد فيما تواصل قوات النظام خرقها المستمر لوقف إطلاق النار في مواقع أخرى لا سيما في الريف الجنوبي لإدلب عبر قصف مدفعي طالة كل من صفوه والبارة وكنصفرة وكفر عويد في جبل الزاوية من الحاجر تلفزيون سوريا ريف إدلب الغربي